السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله من جديد طلابي وطالباتي طلاب الصف الخامس الابتدائي في درس من دروس مقرر الدراسات الاجتماعية برفقة زميلتنا الأستاذة منسحالي في لغة الإشارة بسم الله نبدأ لدينا واجب على درسنا السابق هي بنا نستعرض أسئلة الواجب السؤال الأول عدد وعددي مصادر المياه المالحة السؤال الثاني ما الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الكثافة السكانية في السواحل البحرية نبدأ الإجابة على أسئلة الواجب بدءا بالسؤال الأول عدد وعددي مصادر المياه المالحة ممتاز مصادر المياه المالحة المحيطات والبحار والبحيرات المالحة ننتقل للسؤال الثاني ما الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع الكثافة السكانية في السواحل البحرية ممتاز للزراعة وصيد السمب العمل في الموانع والمواصلات البحرية للعمل في محطات توليد الطاقة والسدود نراجع درسنا السابق عدد وعددي مصادر المياه العذبة مصادر المياه العذبة الأنهار والينابيع والبحيرات العذبة والمياه الجوفية والأمطار والثلوج والجليد في درسنا السابق تعرفنا على أثر المياه كعامل طبيعي في توزيع السكان وفي درسنا اليوم نتعرف على أثر المناخ كعامل طبيعي في توزيع السكان يتكون درسنا من المحور التالي توزيع السكان حسب العوامل الطبيعية عامل المناخ يتوقع من الطالب والطالبة أن يعدد أهم المناطق المناخية في العالم يعلل ارتفاع الكثافة السكانية في المناطق ذات المناخ المعتدل يعلل انخفاض الكثافة السكانية في المناطق ذات المناخ القاسي المناخ تتنوع المناطق المناخية على سطح الأرض بين حارة ومعتدلة وباردة إذن تتنوع المناطق المناخية على سطح الأرض بين حارة ومعتدلة وباردة بين حارة ومعتدلة وباردة تتنوع المناطق المناخية عدد وعددي المناطق المناخية في العالم ممتاز مناطق حارة مناطق معتدلة مناطق باردة بارك الله فيكم تزداد الكثافة السكانية في المناطق ذات المناخ المعتدل إذن تزداد لاحظوا معي تزداد الكثافة السكانية في المناطق ذات المناخ المعتدل إذن من أسباب ارتفاع كثافة السكان في المناطق ذات المناخ المعتدل سهولة التكيف معها لاعتدال مناخها أنها غير مكلفة اقتصادياً لأنها لا تعتمد على وسائل التبريد أو التدفئة تنوع المحصولات الزراعية فيها لاعتدال مناخها إذن هذه الأسباب أدت إلى ارتفاع كثافة السكان في المناطق ذات المناخ المعتدل وهي سهولة التكيف معها لاعتدال مناخها إنها غير مكلفة اقتصادياً لأنها لا تعتمد على وسائل التبريد والتدفئة تنوع المحصولات الزراعية فيها لاعتدال مناخها وإذا نظرنا إلى المناطق الصحراوية ماذا نلاحظ؟ نلاحظ انخفاض الكثافة السكانية فيها بسبب قلة الأمطار وارتفاع درجة الحرارة إذن إذا نظرنا إلى المناطق الصحراوية فإننا نلاحظ انخفاض الكثافة السكانية فيها بسبب قلة الأمطار الأمطار إذن أسباب انخفاض كثافة السكان في المناطق ذات المناخ القاسي والمناخ القاسي شديد الحرارة وشديد البرودة واحد قلة الأمطار وقلة المحصولات الزراعية إثنان أنها مكلفة اقتصاديا للحاجة إلى وسائل التبريد عند ارتفاع درجة الحرارة ووسائل التدفئة عند انخفاض درجات الحرارة صعوبة التكيف معها لارتفاع الحرارة أو شدة البرودة إذن أسباب انخفاض كثافة السكان في المناطق ذات المناخ القاسي قلة الأمطار وقلة المحصولات الزراعية أنها مكلفة اقتصاديا للحاجة للتبريد أو التدفئة صعوبة التكيف معها لارتفاع الحرارة أو شدة البرودة يسكن أكثر من 80% من سكان العالم في المناطق التي تكون فيها درجة الحرارة والرطوبة معتدلتين والتي تكثر فيها الأمطار إذن يسكن أكثر من 80% من سكان العالم في المناطق التي تكون فيها درجة الحرارة والرطوبة معتدلتين والتي تكثر فيها الأمطار في حين يتركز السكان أين في المناطق المعتدلة والمطيرة في حين يتركز السكان بالمناطق المعتدلة والمطيرة طلابي وطالبات من الأسباب التي أدت إلى زيادة الكثافة السكانية بالمناطق ذات المناخ المعتدل أحسنتم سهولة التكيف معها لاعتدالها غير مكلفة اقتصاديا لضرا لعدم اعتمادها على وسائل التبريد أو التدفئة تنوع المحصولات الزراعية فيها لاعتدالها أحسنتم إجابة صحيحة ما الأسباب التي أدت إلى انخفاض الكثافة السكانية في المناطق ذات المناخ القاسي قلة الأمطار وقلة المحصولات الزراعية مكلفة اقتصاديا حيث الحاجة للتبريد أو التدفئة صعوبة التكيف معها لارتفاع درجات الحرارة أو شدة البرود أحسنتم إجابة صحيحة تقل كثافة السكان في المناطق الاستوائية الحارة ذات الرطوبة العالية إذا تقل كثافة السكان في المناطق الاستوائية الحارة ذات الرطوبة العالية طلابي وطالباتي أمامكم خريطة هذه الخريطة لتوزيع السكان وفق تنوع المناخ في العالم حيث يشير اللون الأزرق إلى المناطق الباردة ويشير اللون الأخضر إلى المناطق المعتدلة ويشير اللون الأحمر إلى المناطق الحارة المناطق الباردة في المحيط المتجمد الشمالي والجنوبي المناطق المعتدلة في أجزاء من آسيا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأستراليا والمناطق الحارة في أجزاء من أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأسيا طلابي وطالباتي بناء على هذه المعلومات في الخريطة هيا بنا لنجيب على هذا النشاط نفتح الكتاب نشاط 1 صفحة 27 نقرأ النشاط جيدا للتمكن من الإجابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نبدأ بالعبارة الأولى تزداد الكثافة السكانية في المناطق القطبية صح أو خطأ ممتاز إجابة صحيحة خطأ تقل الكثافة السكانية في الصحاري الحارة ممتاز الإجابة صحيحة يبتعد الإنسان عن المناطق الاستوائية بسبب ارتفاع رطوبة الجو ممتاز الإجابة الصحيحة ننتقل إلى فقرة بام النشاط رقم واحد يربط الطلبة بين توزع السكان وفقا للتضاريس والعوامل الطبيعية من حيث جودة الحياة الأفضل والأسوأ من حيث الأفضل والأسوأ ممتاز ممتاز الأفضل الأفضل بالهضاب بالسهول غير الوعرة السواحل البحرية المناطق ذات المناخ المعتدل الأسوأ الجبال المرتفعات الشاهقة المناطق ذات المناخ القاسي عددوا عددي المناطق المناخية في العالم ممتاز مناطق حارة ومناطق معتدلة ومناطق باردة إجابة صحيحة ما الأسباب التي أدت إلى زيادة الكثافة السكانية في المناطق ذات المناخ المعتدل أحسنتم سهولة التكيف معها لاعتدالها غير مكلفة اقتصادية للنظر اللي عدم حاجتها لوسائل التبريد أو التدفئة تنوع المحصولات الزراعية فيها لاعتدالها إجابة صحيحة ما الأسباب التي أدت إلى انخفاض الكثافة السكانية في المناطق ذات المناخ القاسي أحسنتم أحسنتم قلة الأمطار وقلة المحصولات الزراعية مكلفة اقتصادياً حيث الحاجة للتبريد أو التدفئة صعوبة التكيف معها لارتفاع درجة الحرارة أو شدة البرودة إجابة صحيحة لدينا واجب سؤال الواجب من الأسباب التي أدت إلى انخفاض الكثافة السكانية في المناطق ذات المناخ القاسي ناقشنا في درسنا المحور التالي توزيع السكان حزب العوامل الطبيعية المناخ في ختام درسنا نستودعكم الله إلى لقاء جديد شكراً لكم حسن استماعكم شكراً لكم